أول شيء لألك الحمد لله على سلامتك وسلامة عبد الله ونبدأ من الأرض اليوم بيروت بعد تسعة أيام من هذا الزلزال المدمر كيف تبدو وأنت دائما على الأرض وعندك نشاط اجتماعي مع الثوار مع الناشطين مع أهل بيروت وأنت نائب عن بيروت بيروت الناس مستمرة بلملمة جراح بعض أشوفوا كل واحد شو عايز يساعدوه ناس بعد أحد بعض مستمرين بالعمل خلية نحل مستمرة كل يوم في أربعة تلاف خمس تلاف شخص على الأقل متطوعين يعملون مع جمعيات مختلفة عم بيساعدو كل البيوت بكل شي عايزينو الناس عم بتأمن مثل العادة لبعضها كل مستلزمات فقرة عم بيساعدو فقرة في بيروت تاني بيروت الرسميين والسياسيين نعم هذه البيروت وما أدراك من الرسميين والمسؤولين حملين الآلة الحاسبة وعم بيحسبوا كيف فيهم يقضفوا من المأساة ومين في عزز أوراقه وكيف بيقدر يفرضوا شروطه وواحد ناطر اتصال من المكرون وواحد ناطر اتصال ما بعرف من مين المرتزقة مازالت مرتزقة مستمرة بنفس السياسة تنطر القلولة كل شغلين ما حدا بيوقف عند خاطر الناس بيعتبروا الناس إنه شيء ما بيفهم بالسياسة الناس شيء منه حرزين مين لازم يستقيل للناس ما حدا لازم يستقيل للناس منشوف برا شو بيحكوا بعده هالبلد بعد أربعمائة سنة محكوم من القناصل كل مرة منقول الدنيا تغيرت المفاهيم المعايير الدولية أصبحت أكتر إنسانية صاروا الديمقراطية ورأي الناس أهم في مواقع تواصل اجتماعي مثلا ترجع بتلاقي إنه لأ السياسة بعدها هي زيتها كأنك من ألاف سنين نفس الطريقة ونفس الحسابات وكلها كالكوليشنز كلها حسابات على الأقل الحاسبة طبعا طبعا خلينا بالناس قبل ما أنتقل لعبد الله كمان وقاله الحمد لله على السلام لأنه يعيش في طرابلس ولكن دائم الوجود في بيروت هؤلاء الناس اللي عم تحكي عن أول شئ من أهل بيروت هل سيستطيعون الخروج من هذه الأزمة؟ وهل المجتمع المدني الأنجي أوز منظمات غير حكومية قادرة على تضميد جراح الناس؟ أول شي بلدية بيروت أنا ما شفتها عم بحكيك أنا ستة الصبح ستة الصبح كنت على الأرض تاني نهار الانفجار مش تاني نهار أنا أول نهار كنت بس ما كان معي شي يعني أنا انفجر بيتي نزلت ضغري على الطريق تلعت بالسيارة كان شاب اللي معي سلامت قلبه وهبيم كله مدمرة كله غبرة لأ يعني ما صب لم يصب بفقد من الغبار نزل عليه إزاز وكل شي لأنه هو كان بمدخل البنية مدخل البنية مدمر بشكل كامل أنا بيتي كان مفتوح قسم من الغزاز فما تكسر كل الغزاز العصف كنا أنا وعبد يعني بعدنا وصلين على البيت على لسلون تعرفوا لأنه عبد نعم طبعا اللي الحمد لله على السلام اللي الحمد لله على السلام فضغري هيك دخلنا دخلنا بالكلور إذا بدك يعني مش جي اللي صار عنا بس ضغري بعد دقايق أول شي طلعت على البالكون عم بتطلع أنه أكيد العبوة تحت البيت مش ممكن تكون أبعد قوة العبوة بتخليك تفكر أنه موجودة داخل كل واحد تفكر العبوة داخل منزله أنا بايت قريبة على بيت الوسط بعدين صرت اسمع بيت الوسط عندي صديق اللي كان مسافر موجود تحت صرت ضغري نبش عليه أول شي لأن أكتر من خي هو لقيت الحمد لله أنه هو منيح طلعت بالسيارة وركات ضغري باتجاه الانفجار بس على سيرة أنه كل بيروت أو كل جزء من بيروت افتكر الانفجار مبارح بالجبل بقلنا فيصل الصيغ النائب عضو اللي قائد ديمقراطي أنه افتكر بيصوفر الانفجار صحيح وآخرين افتكروا بيعليه وصل على أبرص العصف بس تقل لك أنه نزلت على الطريق بلشنا من ساعتها يعني عم بيقلك الساعة سبعة كنا موجود محمود فقه وغيرهم من النهار عم بينزلوا الجرحة عم بينزلوا مشهد بلشنا نفتح الطريق مع مجموعة من الشباب اللي سائبوا موجدين لقي مارون كرم رابط إجرو ناس صرنا نفتح الطريق لنقدر نقرب نشوف قدي فيها نوصل لقدام عزيزتي هالمنظمات قادرين هذا الجزء من أهل بيوت قادرين يعني قادرين عندك أمل فيهم مش عندي أمل أنا واسعة وأكيدة أنه اللبنانيين بين لبنانيين الداخل ولبنانيين الخارج لح يعيدوا بناء بيروت وأجمل مما كانت عم بحكيك أنا مسؤولة عن كلامي لبنان الرسمي مافيا مزبلة مزخرة لبنان الناس هن اللي حيرجعوا بالحكومة وبالبرلمان وبالاستخدار لبنان الناس اللي حيرجعوا يا عمرو بيروت والاتصالات نحن بحمل الدفع ما بناخد مصاري ناخد فقط مساعدات عينية نحن بيومين جمعنا بأكد لك فوق الخمسة عشر مليون دولار بس على مجرد ناس ما بتعرفنا عم بترفنا يقولوا لنا شو بتكون لنساعد دردن جمع كل شي بيجي بالك من أكل من مي لغسلات لفرش بيت زيزب ويب كل شي معقول اليوم الشخص أنه يحتاج له كويس بقلك لبنان الناس كل عمرهم كريمين كل عمرهم بيقفوا مع بعض كل عملوا هيدا البلد قيمة على المبادرة الفردية مش على المجموعة اللي انتخبناها ركبناهن على ظهرنا ما بيعملوا شي غير يخربوا البلد رح نحكي أنا نوب